سقطت ورقة التوت وانكشف غطاء الرأس عما يخفي وما عاد لشعارات الوطنية سوق يمكن للمتاجرين بالدين كسلعة أن يجدوا من يبتعوها التيار الصدري كشف عن شعار نصرة المذهب عنوانا لمشروعه السياسي الذي سيشارك فيه خلال الانتخابات المزمع إجراؤها في حزيران القادم عام 2021 صالح محمد وزير مقتدى كما يطلق عليه اعترف في تغريدة جديدة بأن المنهاج الانتخابي للتيار الصدري القادم هو مشروع عقائدي هدفه تقوية شوكة الدين والمذهب على حد تعبيره تصريح يؤكد حالة التخبط والتنافر وحجم التشضي الذي أصاب تلك التحالفات التي لطالما ارتدى الثوبة الطائفية وعزفت على وتر المظلومية لحجد الأنصار والمؤيدين لها طوال عقد ونصف العقد من الزمان فمقتدى استشعر الخطر منه تفات متظاهري ثورة تشرين وباتت تلاحقه هواجس خسارته الفادحة وإمكانية انهيار امبراطوريته التي بناها على أشلاء الفقراء والمساكين المغرر بهم باسم الدين والمذهب حتى أخرج ما في سريرته وأصبح ينادي علنا بوجوب إعادة ترميم ما يسمى البيت الشيعي الطائفي مقتدى الصدر أكثر من تشدق بالدعوة للإصلاح وهو نفسه أكثر من أفسد في العراق فمن تحت عباءته خرجت وتناسلت كل الميليشيات في العراق بمختلف مسمياتها ورغم هذا كان ينادي بوجوب الحفاظ على هيبة الدولة ومكافحة ظاهرة انتشار السلاح وهو نفسه أيضا الذي قال في أكثر من مناسبة بأنه لن يعود إلى المعترك السياسي دون أن يتطرق لنواب تياره الأربعين ووزرائه الداعمين مزاجه الزأبقي ومواقفه المتقلبة دفعت بالكثيرين من مقربيه لتركه والانقلاب عليه حين تيقنوا أنه مجرد ظاهرة صوتية لطالما أخلف بوعده ودعم الحكومات الفاسدة بدءا من المالك ومرورا بعاد العبد المهدي وصولا إلى مصطفى الكاظمي كمناصب المتظاهرين العداء من اليوم الأول لثورة تشرين الذين لم يطالبوا إلا بوطن خالم من الطائفية والفساد فيما شارك وحرض على قتلهم بعد أوصمهم بالمخالفين والخارجين عن الدين سلوك ومواقف تؤكد بأن الصدر وتياره يسعون لتأسيس جمهورية خوف دموية تدعمها ولاية الفقيه الإيرانية ولا مكان فيها لأصحاب الرأي والرافضين للمحاصصة الطائفية